اهلا بكم وكل سنة وانتم طيبين انا حسن الصباح بطل مسلسل حشاشين وفي الفيديو ده على قناة بسيطة طيوب هتتعلم ازاي تخلي اي شخص يقول اي شيء تريده في الفيديو بالصوت والصورة ان اتعلم مع بعض كيفية صنع الفيديو دي بفيك زي ده بالزبط بالمجدان تماما وبلا حدود استخدام وممكن تطبيق الشرح على الكمبيوتر او الموبايل تابعوا الفيديو للنهاية ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير ومعاكم في مثال اخر احمد لفندور الشهير بالضحيح والجميل في الطريقة اللي هنشرحها النهاردة على قناة بسيطة طيوب ان الحركة في الوجه والشفايف بتكون طبيعية جدا والجودة عالية يعني اله هتحتاج تشترك في ادوات مدفوعة زي دي اي دي مثلا وممكن الفكرة دي تساعدك جدا في عمل قناة جديدة على اليوتيوب وربح منها مش هطول عليكم ويلا بينا نخشها الشرح اهلا بيكم وكل سنة وحضركم طيبين وبخير وفي فيديو اليوم هنتعلم كيفية عمل فيديو ديب فيك كامل بالزكاء الاصطناعي صوت وصورة وفيديو وتحديدا مثال فيديو حسن الصباح اللي شفتوه في البداية علشان اخليه تكلم كلام مختلف تماما وبنفس نبرد الصوت كل روابط الادوات المستخدمة في هذا الفيديو حسبها لكم في الوصف كل الخطوات اللي بنعملها ينفع تطبيقها على الكمبيوتر او موبايل مجانية تماما واول خطوة معنا اليوم هي تجهيز ملف الفيديو والصوت مستخدم في عمل فيديو الديب فيك ودي هنستخدم فيها برنامج كاب كاتل الكمبيوتر لكن انت ممكن تطبق على موبايل بدون ادنى مشكلة انا هنا عندي فيديو طويل لحسن الصباح من مسلسل الحشاشين محتاج منه حاجتين جزء او اجزاء من الفيديو للشخصية وهي بتتكلم بوشها زي الجزء ده مثلا وفضل ما اخترش اجزاء او لقطات زي اللقطة دي مثلا الشخصية وهي بتتكلم بالجنب وده للحصول على افضل النتائج الممكنة الحاجة التانية اللي محتاجها محتاج من دقيقتين لاربع دقيق للشخصية وهي بتتكلم لوحدها بصوت نقي وبدون مؤسرات صوتية وبدون ما يكون معها اي شخصيات تانية بتتكلم فانا عملت ده في الفيديو وقطعت كل الاجزاء اللي بتتكلم فيها شخصيات اخرى غير حسن الصباح وبعدين بختار كل الفيديوهات اللي عندي على التايم لاين بدوس كنترول ايه ثم اوديو سطوة دي مهمة جدا باختار من عليمين خالص حاجة اسمها vocal isolation او عزل الصوت فقط وده لان الفيديو اللي انا مختاره في موسيقى في الخلفية اختار الاختيار ده ثم keep vocal ممكن كمان كخطوة اضافية تعملها انك تختار noise reduction عشان تقلل الضوضاء و enhance voice عشان تحسن جودة الصوت ولكن انا هنا في حالتي مش محتاجها لان الصوت في الفيديو الاصلي كان كويس قطوة تالية هي نسخ صوت الشخصية اللي انا عايزها تقول كلام مختلف في الفيديو او نسخ الصوت بالزكاء الاصطناعي وعمل موديل صوتي بتقنية rvc وهنا انا عندي طريقتين هقولك على مزاياهم وعيوبهم اول طريقة هتكون عن طريق الموقع ده weights.gg موقع ده كنا تكلمنا كتير عليه قبل كده في القناة ولكن تم اضافة ميزة جديدة عليه وهي ميزة تدريب الموديلات بتقنية rvc هضغط على train او تدريب الموقع في الخطة المجانية بيسمح لي بتدريب موديل واحد في الشهر ولكن مفيش حدود لاستخدام هذا الموديل هنا بكتب اسم الموديل هكتب مثلا حسن الصباح والوصف بتاعه باختار اي صورة للموديل ثم بضغط على next طبعا الموقع ده شغال من الموبايل عادي هنا باختار من خمس لعشر دقيق مثلا امثلة للصوت اللي انا عايز استنسخه او اعمل له موديل ممكن كمان اضيف اغنية او فيديو من اليوتيوب طبعا يفضل اتباع الخطوات اللي عملناها في اول خطوة علشان نعزل وننقص صوت بضغط هنا باختار الملفات الصوتية اللي انا عملتها في اول خطوة طبعا احاول ان زمن الملفات الصوتية ما زيتش عن الخط اللي هو مدهوني ده ثم بضغط على train او تدريب الموقع بيشتغل بنظام الادوار وانت بتاخد دورك في تجربتي على الموقع ده الموديل انتهى تدريبه في حوالي يوم ونص يومين وايوة انت سمعت صح مثل الطريقة دي انها سهلة ولكن عيوبها ان جودة الموديل مش كويسة وبياخد وقت طويل جدا في التدريب وده اللي بنحله في الطريقة التانية الطريقة التانية اللي نسخ صوت الشخصية في الفيديو هتكون عن طريق جوجل كولاب ودي كنا شرحناها في فيديو سابق على القناة بالتفصيل لكن انا هحاول هنا اشرحها بشكل مبسط وهقولك كمان على شوية تريكات علشان تحصل على افضل نتائج هتدخل على اللينك ده اللي انا سيبه لك في وصف الفيديو هتشغل اول خطوة هيطلب منك انك تدي صلاحية لجوجل درايف بتاعك علشان ده هنستخدمه في حفظ الموديل هنضغط على connect و جوجل درايف هاول نختار نفس الحساب اللي انا داخل به جوجل كولاب طبعا كل اللي احنا بنعمله ده بيشتغل من على الكمبيوتر او موبايل هنشغل تاني خطوة دي بتاخد من 3 ل 4 دقيقة علشان تشتغل ولو تلعلك فيها اي خطأ زي ده كده مفيش فيه اي مشكلة هندخل على تلات خطوة هنكتب هنا اسم الموديل لازم يكون باللغة الانجليزية ومفيش حروف خاصة ولا مسافات وبعدين في data set هنا مفروض تدخل الصوت الاصلي اللي انا عايزة استنسخه folder data set ده هتلاقي على جوجل درايف عندك هتضغط على iconed files ثم drive ثم my drive ثم data set ثم هتضغط على تلات نقطة دول و upload وتختار الملفات الصوتية اللي انت عملتها في اول خطوة نقول له open ولو انت شغال من على الموبايل مش هتلاقي تلات نقطة دول عشان تعمل upload او عشان ترفع ملفات من عندك من على الجهاز هتدوس دوسة طويلة شوية هنا علشان ترفع ملفات من الموبايل عندك هسيب كل حاجة زي ما هي اهم حاجة طبعا هنا ال epoch او عدد مرات التدريب وعلى عشان تبقى كافية يفضل نعمل رقم ما بين 100 ل 200 انا هنا طبعا عشان بجرب مخليها 20 رفعت ملفاتي وزبطت كل حاجة هشغل الخطوة التالتة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم الستة كل الخطوات دي ما بتاخدش وقت يسكر خطوة السبعة هي اللي بتاخد وقت وده بناء على عدد مرات التدريب اللي احنا اخترناها هشغلها عدد مرات ال epochs فهو هنا مثلا في تاني ابوك الموديل بتاع حسن الصباح اللي انتو شوفته في اول الفيديو انا عامله 400 ابوك استغرق تدريبه على جوجل كولاب حوالي ساعتين لكن زي ما قلتلكم من 100 ل 200 هيكون رقم كافي جدا بعد ما الخطوة السبعة بتخلص بشغل الخطوة التامنة علشان افض نسخة من الموديل النهائي على جوجل درايف عندي بعد ما بيخلص على قايمة الملفات هدخل على drive ثم my drive ثم بسيطة tube v model هفتحها وبعدين ده اسم الموديل اللي انا استخدمته يلاقي عندي ملف مضغوط بنفس اسم الموديل هدغط على التلات نقط واقول له download وهو ده الموديل بتاعي اللي انا هستخدمه طبعا الموديل ده محفوظة عندك على جوجل درايف فممكن تخش تاخد نسخة منه على طول من جوجل درايف عندك خطوة التالتة هيستخدام موديل rvc اللي عملناه في الخطوة اللي فاتت لتغيير صوت الشخصية في الفيديو او تغيير الصوت بالذكاء الاصطناعي اسهل طريقة هيستخدام برنامج replay اللي شرحناه في فيديو سابق على القناة الظهر امامكم على الشاشة لكن لو انت شغال على موبايل او البرنامج ده مش شغال عندك ممكن تستخدم الموقع ده waits.gg وانا على الصفحة الرئيسية هدغط على more ثم share a model هكتب اسم الموديل ووصفه وصورة للموديل بضغط هنا علشان اختار الموديل اللي عملته في الخطوة السابقة وبختار نسخة الموديل المضغوطة ثم open بعد ما بيخلص بيدخلني على الصفحة دي استنى دي او ديقتين وعمل refresh للصفحة هيطلع لي الزرار ده هدوس عليه هتظهر معايا الشاشة دي هدوس next ممكن تختار ملف صوت مسجل جاهز عندك على الجهاز او تسجل الصوت من على الموقع ودي ما بحبزهاش لان جودتها ما بكونش جيدة لو انت على windows برشحلك برنامج audacity وهو نسخة طبق الاصل من برنامج adobe audition ولكن بالمجان تماما سجل عليه صوتك ثم هنضغط هنا لاختيار الصوت الجديد بعيز الشكل ثم بلغط على next دي معناها ان الصوت مفصول عنه الموسيقى والضوضاء وده احنا عملناه في اول خطوة الاختيار ده مهم جدا 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 وبيختلف من صوت لصوت يفضل انك ما تزودش عن 8 او سالب 8 انا في الحالة بتاعتي هاختار سالب 4 وده المناسب لصوتي ثم هضغط على create ومن على الموقع لو دوست على create وبعدين my creations ثم covers ده صوتي بعد تحويله لصوت حسن الصباح تعالوا كده نسمع مع بعض اعلم بيكم وكل سنة وانتم طيبين انا حسن الصباح بطل مسلسل حشاشين وفي الفيديو ده على قناة بسيطة تيوب طبعا زي ما سمعتم نتيجة ممتازة جدا والصوت متطابق بنسبة 100% موقع ويتس ليس عليه اي حدود للاستخدام بالنسبة لعدد مرات تحويل الصوت في الجزئية دي مجاني 100% الخطوة الاخيرة ودي طبعا اهم خطوة في الفيديو وهي كيفية جعل الشخصية تتكلم في الفيديو او مزامنة حركة الشفاه مع الكلام العمل فيديو دي فيك كامل ولو تفتكروا كنا في فيديو سابع على القناة قدمنا اداة مشابهة لهذه الاداة اسمها ويف توليب انا النهاردة بقدم لك نفس الاداة ولكن مطورة فيها مميزات اكتر وتقدم جودة اعلى الاداة دي فيها اعدادات كتير زي ما احنا شايفين كل اعداد من دول بيفرق في جودة الفيديو او زمن عمله فلازم تتابعوني كويس جدا في الجزء ده من الفيديو لشان تعرفوا الفرق ما بين كل اختيار من الاختيارات دي اول حاجة هنشغل الخطوة الاولى هيطلب مني صلاحية على جوجل درايف بتاعي هقول له connect والخطوة دي بتاخد من دقيقتين لتلات دقيقة لشان تخلص بعد ما بتخلص بتنقل على الخطوة التانية هنا مطلوب مني ان انا اديله مصار ملف الفيديو وملف الصوت بتاعي في نقطة مهمة جدا عايز اقولها هنا ان اللي بيحدد زمن الفيديو هو ملف الصوت يعني لو ملف الصوت بتاعي دقيقة وملف الفيديو بتاعي عشر ثواني الملف النهائي هيكون دقيقة هياخد العشر ثواني دول ويقررهم وراء بعض لحد ما يوصل للديقة فمش لازم ملف الفيديو بتاعك يكون كبير ممكن يبقى عشر ثواني او عشرين ثانية علشان تاخد منه حركة الشخصية فقط في الفيديو لكن الفيصل هو ملف الصوت انا هنا كتب لكم كل حاجة بالعربي علشان السهولة لو انت على الكمبيوتر بتضغط على الايكونة دي سوما درايف سوما ماي درايف وتختار بسيطة تيوب ديب فيك بعدين ندوس على التعاتي نقط دول سوما ابلود اختار ملف الفيديو والصوت سوما اوبن اقف على ملف الفيديو ودوس على التلاتي نقط وقل له او نسخ المصار واقف هنا نفس الكلام هعمله في ملف الصوت هدوس على التلاتي نقط نسخ مصار خلي بالك طبعا ان انت ما تلخبطش ما بين ملف الصوت وملف الفيديو ولو انت على موبايل هتلاقي ايكونة بالشكل ده فوق على الشمال هتضغط عليها وبعدين تضغط على اظهار متصفح الملفات او لو انت شغل بالانجليزي شو فايل براوزر هتختار الملف هتدوس عليه دوسة طويلة نسخ مصار وبعدين بيست هنا تاني حاجة هي الجودة عندي تلات حاجات فاست وده سريع جدا ولكن جودته ضعيفة جودة متوسطة ولكن ابطأ اعلى جودة ولكن ابطأ سرعة اللي انت شايفينه ده هو شكل الفرقات ما بين التلات اعدادات بتوع الجودة فاست و امبروفد و انهانست طبعا احنا هنختار اعلى جودة هنسيبه زي ما هو هنستخدمه فقط لو احنا عندنا مشاكل في ان حركة البوء او الشفايف مش مصبوطة فنعمله بعد كده عندي حاجة اسمها اعدادات متقدمة ده الموديل المستخدم الفرق ما بين الاتنين ان ده حركة الشفايف فيه وقعية اكتر لكن الجودة اقل ده حركة الشفايف فيه مش وقعية اوي ولكن الجودة اعلى وبيختلف من فيديو لفيديو كل الجزئية دي تسيبها زي ما هي وما تغيرش فيها اي حاجة غير لما يكون عندك مشاكل في حركة الشفايف او الفم صبطت كل اعداداتي بشغل الخطوة التانية طبعا لان انا مختار اعلى جودة فهتاخد وقت اطول بعد ما بيخلص هو بيعرض لك الملف النهائي زي ما انتم شايفين ممكن ندوس على التلات نقط دول واقول له دا واللوت او كده كده هتلاقي الملف محفوظ على جوجل درايف عندك على نفس الفولدر اللي رفعنا عليه الملفات اللي هو بسيطة تيوب دي فيك واخره كلمة بسيطة تيوب اهلا بيكم وكل سنة وانتم طيبين انا حسن الصباح بطل مسلسل حشاشين وفي الفيديو دي على قناة بسيطة تيوب هتتعلم ازاي تخلي اي شخص يقول اي شيء تريده في الفيديو بالصوت والصورة وده كان مثال من الفيديو النهائي زي ما انتم شايفين ساعات بتبقى في خط ناحية الدقن وقلنا دا علشان نعالجه نزود القيمة اللي هنا دي شوية يفضل ما نزودش عن 30 حييجي واحد يسألني ويقول لي طب انا مش عايزة استخدم فيديو انا عايزة استخدم صورة بسيطة جدا افتح اي برنامج منتاج انت شغال عليه هات الصورة اللي انت عايزها اعمل منها فيديو خمس ثواني ثابت الصورة فيما بتتحركش احفظ الفيديو ثم استخدمه كفيديو على اداة ويف توليب في جوجل كولاب هيطلع لك فيديو زي ده زي ما انتم شايفين الشخصية اللي ظهرها امامنا الكلام بتاعها ماشي مع نفس الكلام اللي انا بقوله دلوقتي وللحصول على افضل النتائج تأكل ان الشخصية في الفيديو مواجهة بشاتل مباشر للكاميرا بدون حركة كثيرة وشاتل يواجهه وتفاصيل وتكون واضحة في الفيديو لحد هنا الفيديو انتهى لو عجبك الفيديو متنساش اشتراك مع القناة بالاشتراك واللايك والشير وكل سنة وانتم طيبين سلام